اشتركوا في القناة 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 في السادسة عشرة من عمره يعني كان عنده 16 سنة ايضا معلومة اخرى الارقم هو صاحب داري الارقم التي اتخذها رسول الله صلى الله عليه وسلم مقرا للدعوة سرا والتي استمرت اي الدعوة سرا ثلاث سنوات في مكة المقرمة وهي فترة مهمة في تاريخ الاسلام والمسلمين معلومة اخرى دافع الارقم عن الاسلام طيلة حياته وهاجر مع النبي صلى الله عليه وسلم كلها معلومات عن الارقم ابن ابي الارقم هاجر مع النبي الى المدينة وشاركه صلى الله عليه وسلم اي الارقم شارك النبي في غزواته كلها ومات بالمدينة وقد جاوز عمره الثمانين عاما يبقى تاني الارقم عرفنا اسمه عبد مناف ابن اسد ابن عبد الله المغزومي اتنين من المسلمين الاولين الذين اسلموا على يد بقر الصديق كان عمره 16 سنة في السادسة عشر من عمره هو صاحب دور الارقم اللي اختارها النبي صلى الله عليه وسلم مقرا للدعوة الاسلامية سرا اللي استمرت ثلاث سنوات الارقم دافع عن الاسلام طيلة حياته المعرومة الستة هاجر مع النبي الى المدينة المقرمة المعلومة السابعة شارك النبي في كل غزواته المعلومة الاخيرة السامنة مات وتوفى بالمدينة وكان عمره 80 عام يبقى ممكن 8 معلومات او 9 معلومات عن الارقم معلومات مهمة اخر معلومة معنا انه هو توفى في المدينة المنورة وكان عمره جاوز 80 عاما بعد ذلك ننتقل الى جزء مهم لماذا اختار النبي صلى الله عليه وسلم دار الارقم ابن ابي الارقم لتكون مقرا للدعوة الاسلامية الجواب اراد الرسول صلى الله عليه وسلم ايجاد مكان آمن يجتمع فيه المسلمون الاوائل بعيدا عن عيون الكفار فاختار دار الارقم ابن ابي الارقم يبقى السابق اختيار النبي انه اراد ان يكون هناك مكان آمن يأمن فيه على المسلمين فيجتمعوا فيه فكان الاختيار على دار الارقم ويعد هذا الاختيار من دلائل قدرته صلى الله عليه وسلم على التخطيط الدقيق والحكمة البالغة في مرحلة مهمة للإسلام عمل فيها النبي صلى الله عليه وسلم على الحفاظ على امن المسلمين الأوائل من بطش الكفار من ناحية وعلى تعليمهم أمور دينهم من ناحية أخرى يستعدوا للدفاع عن الدعوة ورفع راية الإسلام يبقى لما يجي لك سؤال أيضا سبب حرص النبي على أمن المسلمين أو على اختيار الضار الأرقم من أبو الأرقم ومكانا آمنا نقول حفاظ على المسلمين وعلى أمنهم من بطش الكفار وأيضا تعليم المسلمين أمور دينهم وليستعدوا للدفاع عن الدعوة ورفع راية الإسلام وأيضا ده ممكن نحط سبب لاختيار النبي صلى الله عليه وسلم دار الأرقم ابن أبو الأرقم أيضا من أسباب اختار النبي صلى الله عليه وسلم لدار الأرقم ابن أبو الأرقم أنها دار الأرقم كانت تقع ومكانها على سفح جبل الصفة بعيدا عن عيون الكفار يعني فوق جبل يسمى جبل الصفة فيه من جبال مكة المقربة لكن بعيد عن مكة وبعيد عن عيون الكفار كما أن الأرقم لم يكن معروفا بإسلام ويبقى هذا سبب آخر يبقى أن هو النبي اختار دار الأرقم زي ما قلنا في الأول عشان هو كان عاوز مكان آمن أقول لي أنك أراد أن يجد مكان آمن يجتمع فيه المسلمين بعيد عن عيون الكفار السبب الثاني أنه كانت تقع دار الأرقم النبي الأرقم على سفح جبل الصفة بعيد عن عيون الكفار السبب الثالث أن الأرقم لم يكن معروفا بإسلامه للكفار السبب الرابع استبعاد كفار كريش أن يجتمع الرسول صلى الله عليه وسلم بالمسلمين في دار الأرقم لأنه كان في السادسة من عمره فيقولون هل يترك النبي بيوتاكب كبار الصحابة يجتمع في بيت فتاة صغير يبا دي أسباب اختيار النبي لدار الأرقم ابن أب الأرقم يبا هم استبعدوا النبي صلى الله عليه وسلم اختار داره عشان يعرف أن الكفار عمرهم ما يفكروا أن النبي يجتمع هو الصحابة وكبار الصحابة في بيت فتاة صغير زي دوت وأنه أصلا يكون دخل الإسلام فكان اختيار النبي اختيارا حكيما وتخطيطا دقيقا بننتقل بعد ذلك لعنصر مهمة أيضا بهذا اجتهد النبي صلى الله عليه وسلم وبحكمته استطاع أن يجتمع بصحابته الأولين بدار الأرقم طيلة فترة سرية الدعوة اللي احنا قلنا ثلاث سنوات وكانت الحكمة من اجتماع المسلمين أن يعلمهم النبي صلى الله عليه وسلم ما أنزل إليه من آيات القرآن ويفقهم في أمور دينهم حتى أزن الله تعالى له بالجهر بالدعوة يعني تكون الدعوة في العلن لا في السر ولا في الخفاء يبقى بيجتمع بيهم عشان يعلمهم أمور الدين ويحفظهم ويطلوا عليهم ما أنزل الله من آيات ويفهموا معاني هذه الآيات وحتى يقوى إيمانهم وحتى يستطيعون أن يكونوا في معاونة النبي صلى الله عليه وسلم في تبليغ الدعوة وفي أن يقفوا في وجه الكفار حتى أزن الله لهم بالجهر بالدعوة الدروس المستفادة من اتخاذ دار الأرقم مقرا للدعوة سر نقول اختار الرسول صلى الله عليه وسلم دار الأرقم ابن أبي الأرقم لماذا؟ لبعدها عن أعين الكفار ده درس مستفاد نحن تعلمنا أن الرسول اختار دار الأرقم لبعدها عن أعين الكفار أيضا يستفاد من الدرس استطاع الرسول بحكمته وزكائه أن يجتمع بصحابته الأولين دون معرفة الكفار طيلة سرية الدعوة سلس سنوات أيضا درس مستفاد آخر تمكن الرسول من تعليم الصحابة الأوائل ما نزل من القرآن وأمور الدين مستفاد أيضا اختار الرسول دار الأرقم لعلمه أن الكفار لن يخطر في بارهم اجتماع الصحابة فيها أيضا يستفاد حرص الرسول صلى الله عليه وسلم على أمن وسلامت أصحابه بهذا نكون انتهينا من الدرس درس سهل وممتع سفدنا وتعلمنا في معلومات كثيرة عن الأرقم أبن أبن أرقم وعن سبب اختيار النبي صلى الله عليه وسلم لداره وعن الحكمة أو سبب من اجتماع الرسول صلى الله عليه وسلم بأصحابه بعد ذلك ننتقل إلى النشاط أو التدريبات الخاصة بالدرس مع بعض كده نحلها النشاط الأول أكتب ثلاث معلومات عن الأرقم ابن أبي الأرقم معلومات كتير ناخد منها ثلاثة مثلا نقول اسمه هو عبد مناف ابن أسد ابن عبد الله المغزومي أيضا معلومة تانية هو من المسلمين الأولين أسلم على يد أبوكر الصديق رضي الله عنه وكان عمره في السادسة عشر من عمره هو صاحب دار الأرقم التي اتخذها النبي صلى الله عليه وسلم مقرر للدعوة سرا ومعلومات أخرى كتير حوالي تسع معلومات اخذنا منها ثلاثة النشاط الثاني اذكر ثلاثة أسباب أدت إلى اختيار النبي صلى الله عليه وسلم لدار الأرقم لتكون مقرا للدعوة سلاس سنوات سرا نقول من ضمن الأسباب أن النبي صلى الله عليه وسلم أراد مكان آمін يجتمع فيه المسلمين بعيد عن الكفار فاختار دار الأرقم أيضا كانت دار الأرقم تقع على جبل الصفا بعيد عن أعين الكفار فكان سبب النبي صلى الله عليه وسلم من أجله اختار هذا المكان أيضا الأرقم لم يكن معروفا بإسلامي لكفار وكان صغير السن وكان كفار يستبعدون أو يستبعد النبي صلى الله عليه وسلم أن يفكر الكفار في الأرقم وفيه دي بعض الأسباب اللي عاوز يكتب أسباب أخرى يكتب اللي عاوز يكتب معلومات عن أرقم النبي الأرقم أيضا أخرى يكتب الدرس ما عندنا مليء بالمعلومات نشاط الثالث اكتب أنشطة يمكنك وزملائك أن تقوم بها لحل بعض المشكلات التي تعانيها مجتمعاتنا مثل مثلا مشكلة الأمية ومشكلة النظافة فمثلا محو الأمية يعني فيه إنسان أمي أو بعض أفراد كثيرين أميين يعني لا يستطيعون القراءة على الكتابة أمحو أميتهم يعني أجعلهم يستطيعون أن يقرأوا وأن يكتبون نقول مثلا أمحو الأمية إزاي نقول تعليم بعض الأشخاص في المجتمع الكراءة والكتابة بعد توضيح لهم أهمية الكراءة والكتابة وحثهم على التعلم وضرورة التعليم وفائدة في حياتهم نظافة الحي نقول مثلا أشترك مع أصدقائي في تنظيف الحي بجمع الكمامة في الأماكن المخصصة لها دعوة أهل الحي إلى الاتزام بإلقاء الكمامة في المكان المخصص لها وأيضا السؤال مفتوح اللي حاب يكتب أي حاجة أخرى يكتب أنا أكتب بس نموذج إحنا إزاي ممكن نحل في هذا الجزء من الأسئلة أتمنى لكم طبعا التوفيق والسداد والحفظ والرعاية ألقاكم على خير في أمان الله والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته